موسيقى أهلا بكم في مرايا كعادته في لبس قناع البراءة حاول أمين حزب الله اللبناني التابع لإيران حسن نصر الله تبيض سمعة حزبه في خطاب الأخير بأشياء كثيرة لكن اللي همنا في موضوع الحلقة قال أن هناك من يلصق بحزبه النظيف كل الخطايا وضرب مثلا بتجارة المخدرات ساخرا الحق أن متاجرة الحزب بالمخدرات يعني الحشيش وحبوب الكبتجون وغيرها لم تعد خافية ودول أمريكا اللاتينية دوما تشهد نماذج من الإقاع بعناصر تابعة لحزب الله تتاجر بالمخدرات كما جرى في بنما وغيرها الإرهاب والمخدرات وتجارة السلاح كلها من مظاهر تحلل جسد المجتمع والدولة وحزب الله كما القاعدة هم البكتيريا التي تتغذى على هذه المتحللات في داخل لبنان يحظى الحزب بدعم أهم تجار ومزارعي المخدرات الحشيش اللبناني نتحدث عن نوح زعيتر وهو أشهر تاجر مخدرات في لبنان خرج على فضائية اللبنانية يعلن بفخر دعمه الصريح للحزب وارتباطه به زعيتر طبعا هو خارج سلطة القانون لأنه ببساطة في حماية حزب الله نوح زعيتر لم يكن الوحيد الذي يقدم هذه الخدمات للحزب فهناك أسماء أخرى من أشهر محمد نور الدين وهو أحد أعضاء الحزب وأهم تجار المخدرات الذي ألقت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية القبضة عليه في هذا العام والذي كان يكسب ملايين الدولارات لصالح الحزب من خلال بيع الكوكاين وأيضا تاجر المخدرات آخر اسمه أيمن نور وغيرهم كثيرين القائمة تطول إذن الشمس لا تغطى بغربال وعلاقة اقتصاد حزب الله بعالم المخدرات أوضح من علاقة حسن نصر الله بالولي الفقيه وأعتقد أن الأخيرة هي عنوان الوضوح نفسه كما يكرر هو بفخر دوما أنه جندي في الولي الفقيه هناك علاقة مجازية غريبة الحقيقة بين تغييب العقل بفعل مادي عبر المخدرات بمختلف أنواعها دخان عشيش أو حبوب وبين تغييب العقل المعنوي عبر المخدرات الفكرية والإعلامية والأيدولوجية التي يزود بها حسن نصر الله تباعه وكل من يشبه هذا الحزب في التغييب العقلي ليس حسن نصر الله أو حزب الله فقط بل داعش والقاعدة وغيرها المخدرات الفكرية والمخدرات الجسدية أبناء عمومة وكما يقال أنا وبن عمي على الغريب بين حزب الله وتجارة المخدرات تاريخ طويل كما أظهرت الأدلة على مدى سنوات آخر مخططات حزب الله في هذا المجال كشفت عنه السلطات الأمريكية والأوروبية في إطار عملية دولية أو ما تسمى بعملية كاساندرا بدأت مطلع العام الماضي بمشاركة فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى اتقلت على إثرها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أخيرا أربعة أعضاء من الحزب متهمين بالضلوع في أنشطة بيع وتهريب المخدرات واستخدام ملايين الدولارات التي يجنيها من هذه التجارة لشراء أسلحة وتمويل عمليات الحزب في سوريا إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية كشفت أن شبكة المتورطين تابعة لفرع الأعمال التجارية في جهاز الأمن الخارجي لحزب الله وهو جهاز أسسه القائد العسكري السابق لحزب الله عماد مغنية ويديره حاليا عبدالله صفي الدين وأدهم طباجة الذي أدرج أخيرا على لوائح الإرهاب الأمريكية وبنى هذا الجهاز بحسب واشنطن علاقات تجارية مع شبكات المخدرات في أمريكا الجنوبية مثل مكتب إنفيغادو وهو المسؤول عن تزويد السوق الأوروبية والأمريكية بكميات كبيرة من المخدرات وأكدت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أن حزب الله يستمر في طبيض مبالغ كبيرة من أموال المخدرات عبر ما يعرف بنظام البيزو الأسود وهو نظام استمد اسمه من العملة الكولومبية بيزو طوره تجار المخدرات في كولومبيا خلال السنوات الأخيرة بعد تزايد العقبات المصرفية والأمنية التي تحول دون الحصول على أموال بيع المخدرات في أمريكا وأوروبا وصعوبة إداع تلك الأموال في حسابات مصرفية أو نقلها بالطائرات العلاقة العضوية بين الحزب وبيعة المخدرات الاقتصادية والعصابية من العصابات في لبنان وخارج لبنان من أشهر الأمور وأكثرها شيوعا في الأحاديث والمعرفة اللبنانية العمومية بالسياسة هذا حزب صار خارج عن قانون نهائيا يعني بكل أعماله من الإجرام من محاولة اختيارات اللي صارت واختيار الرئيس الحريري وتعاطيب الموضوع السوري وتجارة المخدرات وتجارة الأدوية الفاسدة يعني بعتاد ما عد في شيء غير قانوني اللي عم يعمله حزب الله أشهر نجم مخدرات في لبنان وهو في نفس الوقت من أنصار الحزب المعلنين ومؤيديه المتحمسين يلتقط الصور مع جنود الحزب في الجبهات نتحدث إذن عن نوح زعيتر بس نطرين إشارة رمشة عين من السيد حسن نصر الله لنفرج التكفريين من نحن أهل العشائر كلنا سوا إنه نوح زعيتر أحد أشهر تجار المخدرات في لبنان ويعيش في قرية في قضائب علبك معروفة بمملكة نوح لأن الدخول والخروج منها بحاجة إلى إذن من رجال زعيتر فيما هو من المطلوبين لدى السلطات اللبنانية والإنتربول بتهم تجارة المخدرات، سرقة السيارات، إرهاب، وتجارة سلاح وغيرها ليس فقط أنصار الحزب من الأشخاص غير الحزبيين الرسميين مثل نوح هذا بل هذه الثقافة موجودة داخل البنية الصلبة، البنية القتالية العسكرية لفرد الحزب الأصفر اشتركوا في القناة لا نستطيع بالكامل بالأشخاص korkًا، فقط أني قلت تدريبهم أن نشاهدهم عندما أدتبعها، الحل داخل البنية تجارة لفرد الحزب الأصفر أنا أعتقد أنه لا يتصرف علي ما يشاهدهم أن أحصل Napoleone الحقيقة أنه ربما يستغرب البعض كيف يستجيز حزب يقول أنه حزب ديني المتاجرة بالمخدرات لكن ربما يسهل الفهم إذا حاولنا التفكير بطريقة تشبه تفكيرهم وهو أن المخدرات صحيح أنها ضارة ولكن نحن بالأساس نصدرها خاصة حبوب الكابتاجون الملوثة بمواد كيميائية ضارة تشكل حوالي 90% من نسبة العقار نفسه والتركيز الرئيسي في هذه الحبوب كما يعلم الجميع هو على المستهلك السعودي وقد ذكر هذا مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني لماذا يعني يجزون هذه الأشياء؟ لأنه بهذه الطريقة تحصل تجارة حزب الله في المخدرات على فائدتين مزدوجتين أولا نضعاف الروح والصحة للخصوم وتحصيل الأموال للجماعة لكن في الطريق يتناثر المخدر فيصيب ناقله نفسه إنها حالة تخدير كامل مادي ومعنوي مهما حاول زعيم الحزب أن يبدي ملامح البراءة والتبرء من فعلات الحشاشين الجدد قال عدي بن رعلاء الغساني ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش ذليلا سيئا باله قليل الرجاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة